اشتركوا في القناة هو دين مضاف للدين الجاكل المدول نحن هابي اقتصاد مدولة يعني اذا ما في دولار بالاسواء ما في اقتصاد التأكيد على ان اموال المدعين محفوظة انا طالع على اسرب عبداء لتقديم استئالة الحكومة بالعسف الدولة مفلسة نحن رح نحافظ على الاستقرار بسعر صرف اليوم الخسارة وقعا انا عارف خطي صعبي بس هذا الوضع الصعب اذا واحد بياخد ارار جدي كيف يستخدم هالمصاري الموجودين ولا يقطع هذه المرحلة لبنان في دائرة الانهيار نظام مالي واقتصادي يتهاوى ازمات تتلاحق وتتفاقم فهل دخل مرحلة لا عودة وماذا في سلته من خيارات تجربة اقتصادية قيمة مع مشوار نضالي طويل فماذا يقول عنها الدكتور حسن مقلد الخبيل الاقتصادي ورئيس تحريج جريدة الاعمار والاقتصاد اهلا بك ضيفا عزيزا في برنامج باجاز شكرا انا خليك نبدأ مباشرة في التشخيص لبنان هو دولة مفلسة انهار ام هذا شو التشخيص لبنان اليوم في واقعه المالي والاقتصادي لبنان دولي مش مفلسي لان لبنان دولي عنده امكانات وعنده طاقات وعنده كتير اضايا في استخدمها واذا كان عنده فجوة مالية اليوم مقدرة سواء بستين او بثمانين او بمئة مليار دولار الممتلكات اللي بيملكها والامكانات اللي بيملكها هي اكبر من هيك بكتير اليوم غير عم بحكي عن السروات الغاز والنفط المفترضة اللي هي اكبر من هيك بكتير عم بحكي حتى يعني امكاناته يعني امتيازات اللي موجودة عنده كل طاقاته بتقدر تكون هيك ولكن لبنان للأسف يملك طبقة سياسية مفلسة بالفكر وبالنهج ويملك نظام انتهى خلاص كربج هذا النظام جسي من سنة ال2005 ومش عم تلاقي حدا يدفنها او عنده جرأة انه يدفنها لهذا السبب اي خيار فعلي بيكون مغاير لخيارات القائمة بيقدر يشيل لبنان من قزمته بأي معنى؟ لو سمحتيلي بس كتير ناس قالوا قبل الانهيار انوا واصلين على الانهيار ومش من يوم واثنين من اول ما هالنموذج هالموديل تركب ب92 المسألة كانت مسألة وقت ورغم هيك هيدا الموديل اعطى فرص كبيرة كان فيه امكانية للاستفادة منها ولكن قبل الانهيار كل الناس كانت عم تقول فيه انهيار لم يتخذ اي اجراء بعد الانهيار او بعد التعصر اللي حصل نحن لليوم من سنتين شو بلد بيصرف 20 مليار دولار وبيكون هو منهار شو بلد بعده اليوم عنده 14 مليار دولار بيتعاطى معهم كأنه عم بينزه النز معنات نحن لليوم ما درنا الازمة مش بس ما طلعنا منه اي خيار تاني بديل اي خيار البديل هو نقيد كل ما كان قائم عندما تقول انه هناك من نبه وانت ايضا يعني من بينهم من خلال ايضا جريدة الاعمار والاقتصاد وبالتوازي يعني احنا نتكلم عن عام 92 93 يعني عندما بدأ الاتفاق على شكل هوية اللبنان النظام السياسي المالي والاقتصادي ومعنى ايضا نسخة من هذه الجريدة فيها هذا العنوان الاساسي بمعنى ولا ادري اذا كان من الحصيف ان نقول هل اليوم انه هل ممكن تلافل انهيار حكما اكيد كما ممكن تلافل اول شيء فيه كتير ناس حذروا يعني اليوم المرأ بالريبرتاج نائب نجاح وكيم نائب زهر الخطيب الرئيس حسين الحسيني الرئيس عمر كرامي يعني الرئيس سليم الحص يعني فيه اشخاص كتير فيه قوة كتير اساسية نبهت هذا العدد اللي احنا بندين اليوم هذا قابل 93 عم يحكي عن هذا المودال هذا المودال بالتحديد اللي كان عم ينحكي انه يجيبوا اداعات بالدولار سندات بالدولار وكانوا عم بقولوا عم يستبدلودان هو ما كانوا عم يستبدلودان هيدا من وقته فيه عدد كامل عم بيقول وين بتروح الازمة خلال هالفترة زمنية كتير ناس حذروا وكتير ناس حكوا بالموضوع ولكن كان فيه مودال فيه خيارات ماشيين فيها وبقيوا ماشيين فيها رأعطي مثلا كتير بسيط سنة 89 يعني قبل اتفاق الطائف بعز الحرب الاهلية بعز ما كان فيه دمار كان لبنان ناتجه المحلي مليار وسبعمائة مليون دولار كان لبنان بيصدر تلاتمية وخمسين لخمسمائة مليون دولار وبيعيشوا بياكلوا بيشرب سبعين بالمية من طاقته من انتاجه المحلي رغم كل التشوه اللي كان باقتصاده ولكن كان فيه مودال اقتصادي خاص فيه اجه خيار اخذ البلد دمر الانتاج فيه دمر الصناعة دمر الزراعة اعتبر البلد هو اوتال اعتبر البلد هو فصحة فقط فيه الريع المالي والريع العقاري وطم التعاطي انه هيدا العمل الوطني لشو نحن عنا دولار دولار هو اللي بيسيرنا بين 92 و92 صارت اول ازمة كبرى لهيدا السبب كان فيه امكانات واليوم فيه امكانات لا تفادي نتحدث عنها لكن حتى يعني نصل الى فكرة المسار الذي يوجد فيه لبنان في تشخيصه اليوم الحديث عن خيار البنك الدولي او صندوق النقط الدولي هل هذا الخيار كان مساهمة فعلا فيما وصل الى لبنان من انهيار هذا السؤال قد يكون الاجابة عليه ربما يعني البعض يقدم على انه واضحة لكن هل ما زال تحت هذا السقف هناك من خيارات يمكن للبنان ان ينتشل من الواقع الذي هو فيه ضمن سقف البنك الدولي ام لا اكيد اول شي بحب اقول البنك الدولي وصندوق النقط الدولي كانوا موجودين وبقوة بالمودال الاقتصادي لوصلنا للانهيار ولا يوم كانوا بعد من عام 92 لكل المراحل اللي حصلت طالما بالسياسة كان لبنان منسجم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانوا عم بيغط اعملوا له غطاء كامل لكل شي سر وقت ما بلش فيه اختلاف بالسياسة وتغيرت الدنيا بالمنطقة بلشوا من تحذيرات يعملوها ولكن ضمن سقف انه هن مغطين ومكفين نعم اليوم فيه الواحد يروح على حلول جزرية يعني حلول يغير المودال فيروح على حلول بدي يقول ترقيعية او مؤقتة او طارقة كل انواع الحلول متاحة كل حل الو كلفته وبيصيب شي معي شو هي الحلول ضمن سقف البنك الدولي ضمن سقف البنك الدولي بسيطة اليوم شو المشكلة الاساسية الموجودة في لبنان المشكلة الاساسية الموجودة في لبنان حاجتنا للعملة الصعبة لانه كل شي نحن اليوم عم نستورده من بره اذا كسر هيدا الموضوع شو بيعني بيعني او مشتري مطبع الدولار فمطبع دولار او بيكون عندنا انتاج يعني انا بعطيكي مثل بلد مثل لبنان مليار واربعمائة مليون دولار بيستورد دواء طيب بلد مثل لبنان عنده قوة صناعية بمجال الدواء تاريخيا كانت كبيرة دمروها اليوم اقتصرت على سبعين مليون دولار طيب بضخ تلاتمائة مليون دولار تلاتمائة وخمسين مليون دولار فقط في سوق قطاع الدواء منقدر نحن نوصل للمليار دولار سنويا بهذا المجال اذا نحن منقدر نكسر حاجتنا لمليار واربعمائة مليون دولار سنويا نقدر نداوي شعبنا هذا الاجراء كل دولار بيتصنع محليا هو يوفر دولار بالخارج ودولار بالداخل يعني دولارين يعني بس نحكي نحن اليوم عن المشتقات النفطية هذا بلد من 70 سنة كان عنده مصفطين كان هذا البلد ما عنده شركات استيراد محروقات عنده شركات توضيع محروقات كان ببيع المحروقات وبدخلها عاملة صعبة هذا البلد اليوم مصفاية وحدة بتأمله كل حاجته وبتطلع لبرة وهون مش عم بحكي ضرورة تكون روسية أو صينية عم بحكي شو ما كانت كانت محلية لبنانية كانت عربية كانت غربية ولكن هذا شو بيعني هذا بيعني أنه فيه أربع مليارات دولار بتوفرهم على البلد عملي صعبة عم بحكي عن نوعية مشاريع عن نوعية أضايا بتشكل علاج من دون ما نروح على خيارات جذرية بطريقة مختلفة لأنه الآن يقدم الأمر في الإطار السياسي أو بالمواجهة بالخيارات ولبنان غير قادر على أنه يحسب خياراته لذلك نتحدث عن المروحة التي يمكن العمل عليها تحت صقف البنك الدولي لكننا الآن لم نتحدث عن تغيير البنيان الاقتصادي الذي هو يحتاج لبنان هنا أيضا أريد أن أسأل بمعنى هل هناك محاولة لإعادة تعويم هذا البنيان الاقتصادي من خلال ما يقدم الخيارات بالبنك الدولي الحديث أنه في نوع من التسوية أو مبادرة فرنسية بشكل أو بآخر أو إعادة طرح الأمر من خلال العلاقة مع المملكة العربية السعودية أي ضخمال أن يتم إيهام ربما أنه في إعادة الأموال المودعين في شيء من هذا القبير طبعا شوفي نحن اليوم قدام مفترق طرق جدي كتير فينا نكفي هيك وتكفية هيك ابتخذنا لمحو كل احتياطاتنا وكل إمكاناتنا وبالتالي بيصير الشيء الوحيد المطروح هو بيع الأصول في لبنان وهيدا جوهر 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 مشروع صندوق النقد الدولي وهيدا جوهر لبداية الطبقة السياسية هذا خيار فيه خيار تاني نعيد إنتاج نفس الآلية اللي كانت موجودة من 92 واللي طولت كتير واللي كان للحقيقة فيها ما تمفجر لو ما إجت لحظة سياسية قرروا الأمريكان يدمروا المصارف ويدمروا المرفع كان فيه هذا المودالي كفة عم بيدمر الاقتصاد ولكن بالشكل عم بيحافظ على الحد الأدنى الضروري من دخول أموال بالدولار تسمح أنه نحس بالضو نحس بكل شي بينما الاقتصاد عم يتدمر هذا خيار وأنا بعتقد الورقة الفرنسية كل الخيارات اليوم بالطبقة السياسية نفتش عليها بتمرق من هذا يعني بس نسمع حدا يقول أنه بكرة بتجي السعودية والإمارات وقطر وما بعرف مين بحطونا شوية وداع بالمصرف المركزي بترجع الآلية بتشتغل نحنا نكون فعلا نرجعنا الوضعية اللي احنا كنا موجودين فيها ولكن بيكون كمان الاقتصادنا عم يتدمر ومنظلنا بقلب موقوتي بأي لحظة بتنفجر ومرتهن حكما لأنه مكشوف بالآخر وفيه خيار الثالث الخيار الثالث هو أنه جوهروا هالكلمة السحرية الانتاج بدال الراع شو الانتاج بدال الراع أنه في شعب بيشتغل في شعب بينتج في شعب مش مكشوف على الخارج ب87% من كل وربما ما يقدم أيضا وهذا الحرب في لبنان بين قوسين التي سميت الحرب الاهلية كان ذلك متعمدا لكنك مرر جملة أريد إضاحة منها ولو بشكل سريع قلت عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدمر المرفع طبعا أنا أول شي القطاع المصرفي اللبناني يوم اللي سكر يعني يوم اللي أرر يقفل كان عنده كان فيه ودائع بلبنان موجودة حوالي 32 مليار دولار وكان فيه حوالي 17 مليار دولار مع المصارف المراسلي هذا بلد مثل لبنان غير الدهب هذا بلد مثل لبنان بس يكون معه 50 مليار دولار شو بيوقفوا هذا بالاشتياح الإسرائيلي عام 82 بكل الحروب ما سكرت المصارف ثلاثة أيام مرة بعضا شو ما أنت تسكر 15 يوم ويحب تذكر كتير مني أول يوم فتحت المصارف كان نهار خميس خميس وجمع وسبت وزعت دولارات بشكل كتير طبيعي نهار الأحد المصارف اللبنانية ما عملت مصارف لبنانية وسرية مصرفية لكن دم مرت المرفأ راح أكفي على المرفأ هذه ما عملتها لأنه في عبقرية لبنانية لأنه كان فيه سرية مصرفية من ضمن تقاسم ووظيفة بأيام الحرب الباردة لهذا السبب والمرفأ اللي عم بحكي عنه كمان المرفأ مش عبقرية اللبنانية عملته كمان كان فيه تقصيم بين الشرق والغرب ومرفأ بيروت أخد كلها الحجم طبعه بقرار يوم اللي قررت إدارة ترامب أن تروح على الآخر بموضوع مش بس حفة الهوية بتدمير لبنان تدمرت المصارف وتدمر المرفأ ولكن هذا ما بيعفي أبدا جزء المحلي من الموضوع أنه ما حدا حط خطة اعتراضية وأنا دايما أقول إذا كانت الهجم الأمريكية ماشي فتحنا لها الباب وفرجنا للتجاد الأحمر ولا تفضلي بس موضوع أنه تم عمليا أنه هذا كلام يمكن يوقف في الكثر عنده أنه الولايات المتحدة الأمريكية نمرت أنا برجح بيلك أكتر من هيك أنا في شغلة مشهورة كتير يعني باللقاء مع رئيس حكومي سابق بس كان عم بيقول وقتها أنه ليش ما بندفع دولار واحد أنا وقتها حكيت وقلت ما فيه قرار أمريكان ينبلغينه نحن كان وقتها معنا 22 مليار دولار بأسطتنا بالخارج كان ممنوعا ندر نصرف إنهم دولار واحد وقت ما طلع سمحت سيد حسن نصر الله وحكى عن التواجه شرقا لأول مرة نزلت السفيرة الأمريكية وقتها على السراي الحكومي وسمحت لنا نستخدم مليارين دولار وقتها من سنة ونص سنتين إذا بتتذكري كانت وقتها لمحطات والصيدليات كلها عم بتعاني أزمة وقتها بس سمحوا لنا استخدام مليارين دولار من الأرصد الموجودة لحلة الأزمة هذا كان فيه أرار أمريكي يعني ما كان فيه أرار عادي لأننا تحدث عن موضوع الاتجاه شرقا سنعرض بعض من المشاركات أيضا عبر السوشيال ميديا عندما عرضنا ترويجا لأنك ستكون ضعيفنا في برنامج بإيجاز أحمد عبدالجي يقول ماذا يعوق الاتجاه شرقا أنت أوحيت إله ولكن من خلاله أيضا سأذهب لمشاركة لموسى موسى سؤال بسيط من يعيق من الدولة العرض الروسي بكل وضوح أنا سأسألك الأمر بهذا الاتجاه وبأنه ما حقيقة العرض الروسي موضوع المصفات أنت قدمته على أنه واحد من الحلولة يمكن أن تساهم ببدء عجلة إخراج لبنان حيث هو من مأزقه المالي وبالتالي يمكن يكون هناك مسار للحل حتى على الأزمة الاقتصادية أنا لكي مشروع المصفات هو أكبر من مشروع صندوق النقد الدولي يعني أكبر بكتير يعني مشروع المصفات سنويا قيمته 5 مليار دولار مش 3 مليار دولار على الأربع سنوات ولكن وزير الطاقة كان ضيفك وهو يخبر أسبوع الماضي أنه هذا مشروع عملاق واعتبر أكبر مشروع من وقت تأسيس الكيان اللبناني مليارين دولار لين احنا برجعنا العرض الروسي بكل بساطة هو عرض تكررت 3 مرات بـ 3 أوجه مختلفة هذا العرض كان يشمل أنه بنعمل المصفات 130 ألف برميل يوميا بتأمن 5 ملايين متر مكعب من الغاز يعني كل حاجة لبنان مع معمل إضافي إضافة لكل حاجة لبنان مشتقات نفطية بالليرة اللبنانية بتنبيع إضافة لتصدير 70 ألف برميل من المشتقات النفطية مما يدخل للبنان حوالي مليار وسبعمائة مليون دولار سنويا يعني إحنا اليوم العجز اللي عم نقع فيه أربع مليارات كان نعكس على مليار وسبعمائة مليون دولار إيجابا هذا العرض الروسي شو اللي عرقلوا للأسف الشديد ارتهان الطبقة السياسية اللبنانية جبيانتها مصالحها الخاصة الكبيرة كونه سوء المحروقات وسوء الكهرباء هو تحاصل سياسي من 30 سنة لليوم بتعيش عليه 3 ربع الطبقة السياسية إذا مش كلها كل هول عوامل جعلوهن يلبطوا لبيت بالروس للأسف على التعبير وجعلوهن أنه ما حدا يتعطى بجدية بهذا الموضوع رغم تكراره ورغم كل الجوانب الرسمية وأنا هون أول مرة أقول للأسف الشديد نحن عم نخسر إمكانية هذا العرض بشكل جدي لأنه المهل الزمني البعض متاح لأنه قليلي جدا ولأنه في دول حوالينا آت لحالة تروح لعند المصفية فالروس وصلوا لمحل عم يتعاطوا أنه عن أي جدية عم نحكيه وأنا بعتقد أنه بيعرف فرصة بعد الانتخابات النيابية رح نحكي بتفاصيل التفاصيل حول هذا الموضوع أنا سنقف عنده بالتأكيد يعني بعد الانتخابات وهذه نقطة مهمة جدا يعني ليست إشارة عابرة بأنه العرض الروسي وصل إلى مرحلة التماس أنه في عدم جدية في التعاطي وبالتالي في هامش زمني عن أي هامش زمني نتحدى ومين هي الدول التي قد تكون مهتمة يا سيدة العزيزي أنا بدأي لك شغلي العرض الروسي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة آخر شي نطلب طلب أنه إذا فينا نجيب غاز يعني لا تكون أنشئة المصفات بعد 14 شهر إذا الروس مستعدين يأمنوا غاز قدموا عرض رسمي مكتوب مستعدين يأمنوا كمية غاز لبنان من دوم ما لبنان يدفع ولا إرش واحد ولا سانس واحد وهن بيعملوا الخزانات هن بيأمنوا البواخر هن بيأمنوا حاجة الغاز لمعمل كامل لمدة سنة وبيحسبوها جزء من الإيجارة تبعيد الأرض ووصل مصفية تصور قادرة تعطي فهن بيأمنوا كل السوق اللبنانية شلحوا طيابهم الروس وقدموا ولكن ما كان فيه جدية هالمده الزمن اللي عم بيحكي عنه مش أكتر من شهر بعضه متاح خلال هذا الشهر الدول المتاحة العراق مهتم كل الدول اللي حوالينا مهتمة يعني الدول اليوم المطلة على البحر المتوسط بتعرف أنه نحن بعد خمس سنين ما عد فيه مصافي بأوروبا يعني بدون يأمنوا حاجاتهم بدون يأمنوهم من هالمحيط الموجود منها مسحة تركية عم تبني مصر عم تبني نحن بلد مسائبي من 73 سنة كان عندنا مصفتين يعني كنا رائدين بهذا المجال للأسف ربما موضوع الحديث أنه بعد الانتخابات يمكن أن نسمع كلاما مفصلا وإذا كان بعد الانتخابات لبنان لم يطلع بالمسؤولية عم نتحدث هنا على المستوى الطبقة السياسية والخيارات السيناريو الذي سنراه ما هو الحقيقة برجع بقولك أنا يعني متاح بعد الانتخابات أو يرجع التوافق أو التوفاهم في إقليمي يرجع يسمح بلبنان لأكسجان ولكن وفق نفس الآلية تماما مؤقت وقابل الانفجار أكتر هذا خيار ربما بعد الانتخابات النيابية حدا يحسم خياراته أكتر ويقرر أنه وصلنا لمرحلة يعني مثل ما سمعنا اليوم سيد حسن نصر الله عم يحكي بالاتجاه اللي عم يحكي فيه بلك ساعتها بيصير فيه إمكانية مجلس نواب جديد حكومة جديدة تقدر تاخد خيارات البديهيات مش خيارات نحن بس نحكي عن توجه شرقا بس عم نحكي عن تنوع شرقا يعني ما بيتجاوز حجم هالدخول 5% مجمل الاقتصاد يعني اليوم الصين لا يلغي الاتجاه أبدا اليوم الصين مستثمر 42 مليار دولار بالسعودية 33 مليار دولار بالإمارات 15 مليار دولار بإسرائيل بمصر فوق 16 مليار دولار يعني بأمريكا نفسها الصين أكبر مستثمر اليوم علاقات الروسية الإماراتية السعودية العراقية الأبروسية الإسرائيلية للأسف علاقات كبيرة جدا ليش بس لبنان بده يستثنى من هذا الموضوع لأنك ذكرت السيد حسر نصر اليوم في خطابه قال بأنه في فرصة ذهبية في توقيت يعني كما وصفها الحرب الأوكرانية وحاجة أوروبا للغاز والنفط وهنا النقطة التي مرتبطة بعملية تنقيب لبنان عن غازه ونفطه في شرق المتوسط وقال إذا يمنعنا سنمنع في كلام موجه باتجاه إسرائيل حقيقة قال جملي مباشرة الوراها أنه الإسرائيليين ينتهزوا الفرص اليوم إسرائيل مع تركيا عم بيقدموا حالهم كبديل للغاز الروسي لأوروبا نحن أول شيء عندنا فرصة أنه هذا الغاز اليوم رجع سعره تضاعف بأضعاف يعني بفعل الحرب القائمة اليوم في حاجة لإلوه لأنه أوروبا محتاجة والعالم محتاج غاز وإسرائيل عم بتحاول تقدم حالها اليوم كأنما هي بديل وأنا بعتقد هذا مستحيل لأعتبارات سياسية واعتبارات غير سياسية ولكن تماما معه حقل عم بيقوله أنه لبنان اليوم استعاد هالحقل طبعه فيته وإمكانيته ولكن يبلش لبنان يشتغله أنا بقولك أكتر من هك فيه شركات شرقا وغربا جاهزة تيجي ولكن لبنان الرسمي يعني بيروح أبعد بكتير ما بدون الأمريكان مصالح طبقته السياسية بتفطروا شيء تاني اليوم ما عد فيه إمكاني لكسر هالحلقة إلا بأرار جدي وآرار يعني بالأول مرة عم يكسروا هذه المصالح في سأعود المشاركات عبر السوشيال ميديا لأستفيد من مشاركة ميسا تقول هل هناك بصيص أمل بعد كل جهودك يعني المشكورة لأنه عن جهودك المشكورة أريد أن أتحدث لديك تجربة اقتصادية مهمة وكنت بالسياسة يعني نحن نتحدث عن من جريدة البناء دخلتها لتكتبها بالسياسة وإذ بك تذهب إلى الاقتصاد وتتحدث الاقتصاد بطريقة يعني شيقة وممتعة وتقدم على أنها مادة جامدة ومنفرة والناس لا تفهم بها لكن مع دكتور حسن مقلد نستطيع نفهم الاقتصاد نحبه ونفهم أهميته أيضا لماذا الاقتصاد الحقيقة أنا أطيح لي أنه أدرس بكوبا وبالاتحاد السوفيتي وجيت وكنت بالعمل السياسي وفتت على الصحافة من العمل السياسي واكتشفنا بالصحافة أكتشفنا أنه لغة الاقتصادية لغة جامدة جدا وصعبة جدا كيف بقدر الواحد يعملها لغة إنسانية وملموسة ولغة بتهم الناس بالمباشرة عملنا تجربة بهذا المجال وبعتقد أنه كانت تجربة بعد 35 سنة كانت تجربة معقولة بسلاسة اللغة وبفهم الاقتصاد لأن الاقتصاد هو حياتنا اليومية هو أساس يعني أنا أشكرهم الناس الناس بعتقد بطبيعتها بتعرف مين يعني جدا عم يشتغل ومن عم يشتغل جهودنا بهايت بهذا المجال الحقيقة أنا بقولك بعد سنتين لأنه عنا تجربة قبل كانت مع الصينيين عملنا تجربة 18 مع الصينيين كانت استثنائية وأنا جبت رسالة بسلامة لفخامة الرئيس كانت قد تسادر 12 مليار و 500 مليون دولار على القطار على مجموعة قضايا ولكن كان بالبلد يعني في رفض للصين استثنائي حتى يعني فقدنا كل المزدائيتنا بالعلاقة مع الشركات الصينية واليوم اللي بيحكي ليش الصينيين ما أجوا الصينيين اليوم يعني حتى على القطار اللي هني موقعين يعني مذكر التفاهم كرمالو ودفعوا مليونين دولار دراسات هني عملوها اليوم بس يسمعون أن الفرنسيوية أخذوا القطار ويقدموا مشروع بتموز فيعني بنمى الانتخابات النيابية هلأ فبيقولوا لنا طولوا بالكم علينا بس سيروا جديين كمان بنحكي تجربتنا مع روسيا كانت شوي أشد لأن روسيا كانت مياخد أرار بالدخول ولا تزال مياخد أرار بالدخول ولكن بلك تحت شكل تاني أنا في يقولك بعد سنتين من الشغل المتواصل آي تعبنا وصلنا لمحل تعبنا خاصة أن المؤسف أنه بتقدمي وسائق رسمية بتقدمي دراسات بتقسمي مودال يعني سهلي على المسؤول يطلع يقول ما أخدنا شيء يعني السفير الروسي شاركنا يعني بكل هالمسار هيدا بشكل رسمي الوزير الخارجي الروسي بس استقبل كل وفود لبنانية حكاهم بهذا الموضوع بيطلع من بشكك بالموضوع وأنت هذه رسالة هناك طبعا يشكك في ناس في ناس مسؤولين كبار شككوا بالموضوع طرينا أنا ما بحقيتي نشرت وسيئة طريت أنشر وسائق بلحظة من لحظات سواء عن الروس أو عن الاصطينيين أنا أكتر من هيك نشرت نص كفالة مصرفية بمليارين دولار لأنه أحد المسؤولين قال طبعا لأنه أحد المسؤولين قال أنه ما قدمنا شي جد علما أنه الناس بيعرفوا أنه هذه الشركة اللي أجيت مع خبراء ثلاث مرات قدمت كثير وسيئة وعلى كل حال هلأ آخر شي بهمنا اللي قاله الوزير الطاقة عندك هون كان كثير مهم بهذا المجال حول أهمية يعني أهمية المشروع وضخام وأنت محطم الرقم القياسي بتقديم المبادرات التي تحاولت أن تقدم الدولة اللبنانية على مسار سنوات وأذ بك بإعادة تجربة لتقييم تجربتك السياسية تركت الحزب الشيوعي وأذ بك تفتح جريدة الإعمار والاقتصاد ماذا قال لك جورج حاوي أو قال عن هذه التجربة دم اجتماع عام قال أن الحزب الشيوعي عمره 60 سنة بيسكر جريدته وأحد أعضاؤه اللي تركه بيفتح مجلة اقتصادية وتحولت هذه المجلة عبر سنين يعني بعتقد الأمار الاقتصاد لعب الدور لأكتر من 20 سنة كمرجع اقتصادي فعلا لكل الاقتراحات يعني عم نحكي عن الماضي خطة بكتل بس كانت خطة سرية ونشرناها خطة النهوض بس نشرناها النقاش اللي حصل يعني حاولنا نساهم بنقاش اقتصادي مختلف بالبلد كان موجود بعتقد نجحنا رغم أنه يعني اليوم اليوم النقاش الاقتصادي عم ياخد أبعاد تاني وأشكال تاني وإحنا محتاجين اليوم بعشية الانتخابات لبرامج اقتصادية مختلفة مش بهذه الطريقة وتقريبا الأمر للناس حقيقة يعني الأمر مش معقد وممكن يكون في حلول حتى ضمن المطروحة حاليا حتى لا يواجه لبنان كثيرا في خياراتي لكن عندما نتحدث يعني عند الحزب الشيوعي كانت بحطة في مسار طويل تركت الحزب الشيوعي لكن قبل أنت كنت مقام في الميدان كم مرة أصبت؟ ثلاث مرات أنا أصبت يعني في حدث نعم طبعا لا يعني الاشتياح الإسرائيلي كان لكل جيلنا محطة استثنائية يعني أنا تلت مثل كتير غيري كل الاشتياح الإسرائيلي وبعدين خرطت بالمقاومة يعني ضد إسرائيل كنت أنا بجبهة المقاومة الوطنية وبقيت لفترة طويلة أنا تركت بداية التسعينات وبتذكر كتابة مأهل طويل بالسفير كيف يبنى المستقبل بعقلية الماضي لأنه كان عندي وقتا ملاحظات كثير على كثير مسائل على البرنامج الوطني ككل هل الوطن يبنى هاك بطوائف أو يبنى بصيغة معينة هربت من السياسي على الاقتصاد لأنني اعتبرت الاقتصاد فيه غير بعد الاقتصاد وبعد تجربة العمار واقتصاد اتشفت أنه حتى بالاقتصاد ما بقدر يغير إذا ما قدر واحد يشكل شيء فيه يقلك أنه بعد تجربة كتير خيارات بديلة تقدمت يعني آخر عشر سنوات بعتقد أنا من أكثر الناس اللي أقدموا برامج واقتراحات وإلى آخرها بس لقيت أنه الطبقة السياسية مشارشة هالأدي ومصالحها وتدخلها هالأدي رحت على المشاريع محاولة أن يجيب الواحد مشاريع بلك هالمشارشي شو يعني بس أنا بدي أستفيد من هذا المصطلح لأقول هذا ما منع أن تكون ربما ضيفي هنا وأقول لك معالي الوزير دكتور حسن مقلم شوفي أنا بصراحة ولا مرة حتى يعني فخامت الرئيس هلأ وبعض الناس اللي يعني نسموني أو يعني شكرا لقلهم طرحوا هيك أنا كنت بعرف المقاربة اللي بطرحها ما بتقبلها الطبقة السياسية بتصيب مصالحها بالمباشر نحن الحكي اللي عم نحكي حكي عتيق منه جديد يعني نحن سنة الألفين طرحنا موضوع الكهرباء وطريقة الكهرباء فاتوا كسرون للمكاتبنا لأنه ما فيها الكهرباء والمحروقات ما فيها أولي كتير لكن هذا لن يمنع أنه ربما نراك وزيرا أنا بصراحة بقولك بهيك تركيبي هلأ وبهيك مقاربات كتير صعبة المهم البلد البلد في عنده إمكانات يعني يمكن يجي وزير عصاية ولكن عن جد يجي يستعين بخبراء محليين وبهيك أكيد كل العالم استعدة تساهم بهذا المجال ونتمنى أن لا يكون الأمر كذلك أن يكون هناك وزير كفؤ ومن حوله أيضا من يساعد شكرا كأفضالكم دكتور دكتور حسن مقلد الخبيل الاقتصادي رئيس تحرير جريدة الإعمار والاقتصاد شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة في برنامج بإجازة نورنا شكرا والموعد تتجدد دائما كل يوم اثنين ثامنة والنصف مساءا بتوقيت القدس الشريك إلى اللقاء اشتركوا في القناة